رجل صالح لا تفوته صلاة الجماعة يذهب إلى عمله بالنهار وبعد الانتهاء من عمله يذهب ليصلي العصر بالمسجد الملاصق لبيته ثم يدخل بيته هادئا بشوشا فتستقبله زوجته والتي كانت مثله تماما تحب الخير للناس وكثيرة الرحمة والشفقة وتقف عند حدود الله قدر استطاعتها شاء الله أن يصيب أصغر أبناء هذه الأسرة بمرض خطير وحينما أخذه الوالدان إلى الطبيب للعلاج ولم تتحسن صحته بعد استعمال العلاج الموصوف له ذهب به إلى طبيب آخر ظنا منهما أن يكون هذا الطبيب أكثر علما ومعرفة من الذي سبقه إلا أن الطفل ظل على حالته وفي إحدى الليالي أحست الأم أن وضع طفلها الصحي في حالة يرثى لها فحرارته قد ارتفعت ارتفاعا شديدا وأصبح النفس يخرج منه بصعوبة ويحرك جسمه حركات لا إرادية فظلت الأم ساهرة لا تنام يقول والده في تلك الليلة صحوت على صوت المؤذن لصلاة الفجر فاقتربت من طفل المريض لأتأكد من صحته فوجدتها لا تبشر بالخير وأمه بجانبه وقد أخذتها إغفاءة من النوم وعلى وجهها علامات الحزن فتركتها على هذه الحالة وتوضأت لأذهب إلى الصلاة فوجدت هناك ثلاث قطة تموء من الجوع عند ذلك فتحت الثلاجة وأخرجت منها شيئا من اللحم وأطعمت القطة الثلاث وبعد أن أطعمت القطة دعوت الله تعالى أن يشفي صغيري وأنا على يقين بأن الله تعالى شكور وسوف يشكر لي صنيعي ويشفبني إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ثم ذهبت إلى المسجد وبعد الصلاة رجعت إلى بيتي ورأيت زوجتي لا زالت نائمة فاقتربت من الطفل وإذ بي أجده قد فتح عينيه وحرارته المرتفعة قد نزلت إلى الوضع الطبيعي ووجهه غير الوجه الذي كنت قد رأيته قبل نصف ساعة فما كان مني إلا أن أيقضت زوجتي لأدخل السرور إلى قلبها على تغير حال طفلنا قامت زوجتي من نومها مذعورة وبعد أن نظرت إلى طفلها حمدت الله كثيرا وقبل أن تتوضأ زوجتي لتصلي الفجر لم تصبر حتى حدثتني بالذي جرى لها قبل قليل وما رأته في منامها فقالت لي والله لقد رأيت الآن رؤيا لقد رأيت طيرا يحاول أن يخطف طفلنا المريض ويؤذيه وكانت هناك ثلاث قطة تدافع عنه بكل ما استطاعت من قوة ولم تسمح للطير بالنيل منه حتى ابتعد أخيرا بعد أن يأس من محاولاته المتكررة وبعد أن انتهت من حديثها قلت لها سأقول لك ما فعلته قبل أن أصلي لقد وجدت ثلاث قطة تموء من الجوع فأطعمتها اللحم لقد رحم الأب هذه القطة بما أطعمها فأنعم الله على ولده قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون إنه غراب كان هناك أب في الخامسة والستين من عمره يجلس مع ابنه وهو في الثالثة والثلاثين من عمره وإذا بغراب يطير بالقرب من النافذة ويصيح فسأل الأب ابنه عن هذا الطائر فقال له الإبن هذا غراب وبعد دقائق كرر الأب نفس السؤال فقال الإبن بضيق إنه غراب وبعد دقائق أخرى عاد الأب السؤال وسأل للمرة الثالثة ما هذا فقال الإبن غاضبا وقد ارتفع صوته إنه غراب يا أبي تعيد علي نفس السؤال ثلاث مرات إنه غراب هل هذا صعب عليك فهمه عندئذ قام الأب وذهب لغرفته في هدوء دون أن ينطق بكلمة واحدة ثم عاد بعد دقائق ومعه بعض أوراق قديمة من مذكراته اليومية ثم أعطاها لابنه وقال له اقرأها بصوت مرتفع بدأ الابن يقرأ اليوم أكمل ابني ثلاث سنوات وها هو يمرح ويلعب وإذا بغراب يصيح في الحديقة فسألني ابني ما هذا فقلت له إنه غراب وعاد وسألني نفس السؤال عشرين مرة وأنا أجبته في العشرين مرة واحتضنته وقبلته وضحكنا معا حتى تعب فحملته وذهبنا فجلسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا تزوج رجل من زوجة تقية صالحة تذكر الله في كل أوقاتها وقد قدر الله تعالى أن يتأخر حملها وبعد الفحص تبين أن بالزوجة مرضا يحتاج الأمر فيه إلى علاج يطول فمرت الزوجة بالعديد من الكشفات والتحليلات لمدة ثلاث سنوات تم إنفاق الكثير من المال خلال هذه الرحلة وفي هذه الفترة شعرت الزوجة بإرهاق شديد فأرسل الزوج إلى أحد المكاتب يطلب خادمة آسيوية مسلمة لتساعد زوجته في أعمال البيت وبعد ثلاثة أشهر وصلت الخادمة وبعد أقل من أسبوع علمت الزوجة أن بالخادمة ورما في أحد ثدييها فغضب الزوج وقال لزوجته ننتظر هذه المدة الطويلة ثم تأتين بهذا المرض ليس أمامنا إلا أن نردها إلى بلدها فلست مستعدا أن أتنقل بها لأعالجها وربما كان هذا المرض خبيثا سوف أعطيها شيئا من المال وأقوم بترحيلها قالت الزوجة هذه فتاة مسكينة أتت إلينا وليس لها غيرنا في غربتها لن أتخلى عنها وسأكشف عليها أولا عند الطبيب على نفقتي ثم نرى ما سيحدث غضب الزوج ولم يوافق على اقتراح زوجته ثم ترك البيت وذهب إلى بيت أهله فاستدعت الزوجة أمها وشقيقها للمبيت معها وفي الصباح ذهبت الزوجة وأمها بالخادمة إلى المستشفى وأثناء ما كان الأطباء يفحصونها جلست الزوجة وأمها في بهو المستشفى وإذا بامرأة عجوز على كرسي متحرك ليس معها أحد سوى بعض الممرضات تقول للزوجة يا بنيتي أنا كما تري ولي ولد وحيد كلما تعبت جاء بي إلى هنا وتركني ثم يأتي بعد يومين أو أسبوع ويعود بي والله يا بنيتي لقد ربيته وأولاده لكن هداه الله ما فيه خير لي وليس لي إلا الله ثم المحسنون يتصدقون علي رق قلب الزوجة لحالها وبكتي وأمها ثم أخرجت مبلغا وأعطته لهذه العجوز التي قالت لها لي دعوة مستجابة بحول الله بماذا تريدين أن أدعو لك قالت والدة الزوجة ادعي لها بأن يرزقها الله بالأولاد قالت العجوز سوف أدعو لها وأعطني رقم هاتفك لأبشرك وبعد قليل خرجت الخادمة الفلبينية وعلمت الزوجة أنها تحتاج إلى علاج يستمر ستة أشهر فقامت الزوجة بإعطائها مبلغا كبيرا للعلاج وطلبت من زوجها أن يعطيها راتب ستة أشهر ويقوم بترحيلها لتكون وسط أهلها فوافق الزوج وسافرت الخادمة وبعد ثلاثة أشهر اتصلت السيدة العجوز بالزوجة وقالت لها لقد جاءني ملك بالمنام وأخبرني بأنك حامل فأهل هذه الرؤية صادقة ابتسمت الزوجة وقالت إن شاء الله تصدق ثم ذهبت إلى الطبيب فبشرها بالحمل وبعد أشهر رزقها الله بتوأمين محمد وأنس فقالت للزوج لقد أنفقنا لمدة ثلاث سنوات مالا كثيرا للعلاج ولم يحدث الحمل والحمد لله علشت وشفيت وحملت وأنجبت بما أنفقناه على الخادمة والمرأة العجوز وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء قال الزوج بعد سماعه لهذا الحديث ولم لا تكون الرحمة التي قذفها الله في قلبك هي السبب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر